ربما لا نتخيل أن تكون هذه المدينة بدون ذلك المبنى فهو يمثل روحها الحية النابضة التي ما زالت تنبض بالحياة ويعني كل من يأتي إلى هذه المدينة لا بد له من أن يزور هذا المكان في القصر طبعاً عدد كبير من الغرف تفاوت حد يسحب غرف كبير وحد يحسب غرف صغيرة وحد يقول 300 حد يقول 320 حد يزيل وحد ينقص على حسب الواحد طبعاً القصر يعتبر يعني محور ارتكاز سيوون يعني موجود على ربوة وبناءه عالي وأرضيته عالية وبالتالي يكون هو بارز ويراب في سيوون من كل مكان ترجمة نانسي قنقر قصر سيوون أو القصر سلطان الكثيري بسيوون يعتبر من أبرز أنواع العمارة في العالم هو المبنى الطيني المتناظر دي الخصايص والمميزات الفريدة من أهم ما يميزه أنه مبني بالطين بشكل كامل ربما في القرن العاشر في عهد السلطان أبو طويرق كان قد اتخذ مبنى للحكومة وفي نفس الوقت مبنى سكني للسلطان قبل ذلك كان مبنى دفاعي وهذا النمط أو الطابع المعماري بهذا الشكل الذي تكون في زوايا المعاصير أو الأبراج الأسلطانية قد عرفته حضرموت في كثير من الحصول الموجودة والمتشرة في وادي حضرموت من شرقه إلى غربه كان يعيش في القصر هذا السلطان وإخوانه اللي هو رشاد وعبد المجيد وجواد وكمال وفاروق وغالب كان صغير جدا لكنهم الأخيرين هذين اللي هو فاروق وغالب وكمال وابن عمهم الدكتور عبدالله بن جعفر كثير كانوا في هذه الفترة كانوا أصغر أبناء السلطان علي والسلطان جعفر وكانوا اللي تساكن في الحصن هنا وسلطان حسين وأبو رشاد وعمي عبد المجيد وعمي جواد هذين عيال علي بن منصور وأخوهم أو ابن عمهم سلطان حمد بن جعفر بتأكيد مبنى بهذه الضخامة ويشغله السلطان الدولة بما تحته من خدم وأيضا مسؤولين في الدولة وأسر وربما أقارب لا شك أن العدد سيكون كبيرا يعني ربما ليس بالقدر الذي يتخيله الشخص في وقتنا الحالي من المرافقين الكثر ولكن كان السلطان متواضعا جدا ولا يملك حاشية كبيرة ولا خدم كثير في القصر طبعا عدد كبير من الغرف تفاوت يسحب غرف كبيرة وحد يحسب غرف صغيرة وحد يقول 300 وحد يقول 320 وحد يزيل وحد ينقص على حسب الواحد مع ذلك أيضا هناك توزيعات خاصة ووظائف خاصة لكل غرفة داها للقصر هناك غرف للسكن وهناك غرف للنساء وهناك غرف للخادمات وهناك غرف أيضا لوظائف متعددة أخرى يعني في الدولة ووظائف أخرى خاصة بالديوان السلطاني دارت للقصر من ناحية الجنوبية ومن ناحية البحرية من ناحية السوق فتلاقي أول صف اللي هو حوالي 11 نافذة بارة عن غرفة الحكم كان يجلس فيها السلطان ويقاف للعيان ويمارس مهامه رسمية وجنبه سكرتيره وكاتب المرعبول الدقيل وسيد جعفر السقاف وكثير من أعوانه أبن عمومته وأخوانه الطابق الثاني سكن السلطان وبعض أبناء عمه وأخوانه في الناحية في الجهال الغربية الجنوبية غرفة السلطان وغرفة نومه مع ملحقاتها ثم يأتي في الوسط غرفة أخوه عبد المجيد وملحقاتها مع كل واحد منهم ما يشبه الجناح من ناحية الشرقية يشرف على السوق وعلى مجمع على إدارة المأمور كان يعيش عمي جواد سكنوا في هذا المكان يسمونه غلب أو الغرفة المرتفعة الحلوية وعطوهم إياها هذه لأنهم شباب لا زالوا ويسكنون فيها يطلعون بحرية ويطلعون بقدرة لأن الطلوع من الشارع أو من السوق إلى فوق يطلب جهد كبير اليوم بثلاثة أربع مرات حوالي 132 درجة يكون صعب يطلعها الواحد أكثر من مرة خاصة إذا كان معه طفل حاملو أو معه بعض الأمتعة في الناحية المقابلة لها على ساحة الجامع كان يسكن والدي في نفس الغرفة المناظرة الغرفة الشرقية هذه ومعه ملحقاتها كنا نحنا أربعة مننا والدي والدتي وأنا وأخوي أنور هناك أيضا ملاحق أخرى مثل مرابض الخيول أو الحمير الموجودة في الجهة الغربية للقصر أيضا الخدمات العامة منتشرة في عموم القصر مثل الحمامات وأيضا المخازن الصغيرة وغيرها هذه يعني توزعت بشكل جيد ومنتظم وحسب الحاجة في تصويم القصر يعني نود الإشارة للقول لأنه تصميم القصر أيضا لم يكن في وقت واحد بل اتخذ سنوات طويلة وأيضا على مدى عدد من السلاطين وليس سلطان واحد فهناك من بنى وربعا يعني طبعا السلطنة الكثيرية هي بدأت ليست في سيون بدأت في منطقة بور في شرق سيون منذ القرن الثامن الهجري ولكن انتقلت السلطة إلى سيون في نهايات القرن التاسع الهجري المباني التي جاورت القصر منتعت الباب الرئيسي لنفس القصر اللي هو فوق الغربة أم الستة عشر بالنسبة لها لليرادي أعددهم معروف اللي قاموا بتلك المباني جميعها القديمة اللي هو سعيد عمار اليرادي عوض عمار اليرادي وأحمد عمار اليرادي كل المباني هم اللي بنوها الملحقات كلها سواء القصر نفسه مامهم يعني وياه أولادهم وساعدهم من قمنهم عمار أحمد اليرادي وأباد أعوض اليرادي اللي هو والدي والحمد لله ومسادين هم السلاطين شيء تمر وشء قليل يعني ماشي فلوس ليك له وإنما متاع الغروب أصر القصر كملوها ها كثير حصلوه من أول دور وبنوه وبنوه كملوها اليرادي المنح ومسو تعرف دولة بعد دولة كل واحد وبعدين وطردوا كانوا العسكر في ذا كل وقت يقولولهم العسكر مسكوا بالنسبة للجانب الفني كما أظلنا في القصر يعني ارتبط بالارتباط الوضع السياسي والأمني فعندما استقرت الدولة هو استقر الجانب الأمني في عموم الوادي بدأ يتجه الفنان والمعمار أيضا إلى اتخاذ أو ادخال بعض الجوانب الفنية واللمسات الفنية في عموم القصر سواء في المعمار أو في البناء نفسه أو في الإضافات التي تظهر في المشغولات الخشبية مثل النوافذ الأبواب الأعمدة الاتجان الأعمدة الرفوف وغيرها ظهرت بعض الزخار تظهر بعض الزخار فأحيان الهندسي بعض نفس الأشكال التي تظهر في قمم الواجهات أو في السطوح أو في نهايات الأبراج اللي هي القمم الرمحية كما تسمى وهي على أشكال الرماح وهذه طبعا تأتي من الذاكرة التي استمدها المعمار من بيئته عندما كان يرى الرماح وأطراف السيوف وغيرها الحادة فنقلها في جانبه المعماري النسبة للأخلاف في نجر عوض بحشوان الميزان يعطيهم السطر ويعطيهم بعدين يقولون لربية من ديش حياة بسيطة في ذاك الوقت حياة ما تذكر عليهم ما تذكر عليهم ويستغلوه مساعتين مليئة صالحة وناس وبغلوا العمل ماشي أعمال النخل عتق الأمة في وقت الحرب العالمية الثانية وحد مريس وحد تمر وحد الحمد لله نوعنا سقر صغار ما نيه ليل نشوفه من أجل السلطان يعطي أربعة رطال تمر نشاركه في في الغدح حقه هذا اللي يعطيه لأن العامل يعطيه رطل ونقول لهم أربعة رطال يوزنها له بوزن نحن ما نيه من أجل بغينا الشغل ولا بغان شو نيه من أجل بنشاركه بالهاكل حق التمر هذا لأنه يوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عند السدة تلاحظ أن في في الناحية الشرقية تكة صغيرة وفي الناحية القبلية تكة صغيرة في الناحية القبلية تبعد السلطان وبعض من أخوانه ويستقبلون ويستقبلون أي شخص يأتي يسلم عليهم أو عنده مظلمة أو عنده شكوى ويستقبلون ويتكلمون معهم إذا في مكانية يحلونها في نفس اللحظة حلوها وإذا ما فيه يجلونها إلى وقت آخر وفي الناحية الشرقية التكة الصغيرة هذه يجلس فيها العبيد الحراس القصر وهي مخصصة لهم يقعد فقل التكة السلطان أمام مسيد سماح حميد ويطلع الشخص المشتكي لعنده سلطان المغرب يقعد من المغرب للعشاء ويعطي السلطان ماشي كتاب يقول له الحصاديك عطف ويقول له سلطان بغاك حجرة من الأرض ويؤون الناس يتبعونه ويطلعون ويفك بينهم المشاكل في الأعياد يتتمعون كلهم في المستعجق ويستنصعون من الضربون على الياباد القبلية من البلوكون ويقولون العلم هناك يتنصعون في عيد الحيّة عيد رمضان يتتمعون البلد بعد ما يصلون في اليامع الصلاة الزينة يطلعون لهنا كانوا في هذا الموقع اللي هنا قاعد فيه كانوا يتغرضون في الأعياد عندما يأتون المعاودين يتغرضون بعض القبائل مع السلطانه وإخوانه وإخوانه إلى غرض معين في ناقي ينصبونه في جنب المدفع في الجبل نفسه بيترامون عليه يحاول كل واحد يعني يحاول يصيده أو ينشله وكان يعني أيام لطيفة يحكي لي واحد من القبائل الآل الصغير من العرض كانوا يعني على علاقة بالسلطان وأخوانه فجاءوا يطلعون عند السلطان علي بن منصور جدي أبو سلطان حسين وهو في عهد السلطان علي وقدم لهم السلطان علي بن منصور قهوة مرة طبعا وهو كان يطمح أن القهوة حالية فلما طعمها شوي كذا ما عجبته حصلها مرة فسكبها وهو كان جالس جنب الخلف سكبها جنب الخلف كذا وطيرها أسرها في نفسه السلطان علي وقدم أنه شافه ولا قل بعد فترة طلب التمر وجاء التمر فبدأوا بيأكلونه عندما مد يده هذا الشخص إلى التمر صق في يده السلطان علي وقال له بعد يدك عن التمر الآن جيت بتأكل التمر القهوة سكبتها ما بغيتها ونحيز ما لك التمر لكن بعدين سمح له وقال له بس عشان يعلمه أنه مرة ثانية لا يسكو بالقهوة إذا أبغاها يشربها ما أبغا يخليها في هذا الوقت كنا محتكين جدا بأطفال اللي حوالينا أطفال الحارة أطفال السحيل وأطفال الدين كنا نلعب كرة وكان دائما تنزل السوب وكنا ننزل جيبها وتضيع علينا في بعض المناطق بعد هاليز الحصن مشتري كرة ثانية نلعب برضو نلعب كعارير كان يعني كعارير هذه كانت منتشرة للعبة في ساحة الجامع وهذه الألعاب حبارة عن حفرة ونلعب كعارير من بعيد كذا من مسافة حوالي مترين أو متر ونص أو ثلاثة متر نحاول نضربها عشان نتيف العين وبعدين نضربها كذا كنا نضرب بعضها ببعض إلى أن نحرجها ونروحها بعيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر البنات اللي هنلعب خاصة الحفيرة هذي عبارة عن حفرة وفيها مجموعة من العيم كل واحد عنده كمية من نواحق التمر ويحطون في وسطها ذهبي ذهبي صغير هذا يسمونه يعني حبوب صغيرة مش عارف مصنوعة من إيش لونها زي الذهب كذا تلمع بألوان ملونة أحمر وأخضر وذهبي يحطون لكل واحد تحط لها قاية أو قايتين يعني أربع حبات أو ثمان حبات ويلعبون تحط ديها أو نصيبها ويلعبن وهكذا يدرن غير العاب لطيفة حق البنات هذي المبنى تعددت وظائفه واستغل في فترات كثيرة فأصبح في فترة متأخرة من نهاية أوروبا يعني من نهاية السبعينات كان هناك فيه مبنى يعني مكان للوثائق وأيضا استغلته إذاعة سيون أيضا كمكان لبث برامجها وفيما بعد في الثمانينات يعني عندما بدأت البعثة الروسية للتنقيب على الآثار في حضرمود تنقب في ريبون بدأوا بتأسيس الأول نواة لمتحف سيون فيه في عام 1983 ومنذ ذلك الوقت بدأ يتغير تتغير الوظيفة لهذا المكان وبدأ تدب فيه الحياة بشكل مختلف ثم يعني تزامنا مع وجود أيضا ما يسمى في ذلك الوقت المركز الوطني للأبحاث الثقافية الذي هو الآن الهيئة العامة بدأ المتحف في يعني يستغل كثير من الورف الخاصة بالمتحف ومن ضمنها الملحق الشرقي الذي يقع في في الطوابق الأولى الطابق الأول للجهة الشرقية للقصر وهي مساحة واسعة هي الآن حوالي ثلاث صالات للعرض التحف بحسب الفترة التاريخية أول صالة منها يعني تعرض فيها آثار ما قبل التاريخ والعصور التاريخية لمعظمها من آثار منطقة ريبون ومناطق سونة ومشغة وباق طفا في الواقعة في شرق وادي حضرامور طبعا القصر يعتبر يعني محور ارتكاز سيون يعني تعتبر مركز المدينة ويعني موجود على ربوة وبناءه عالي وأرضيته عالية وبالتالي يكون هو بارز ويراب في سيون من كل مكان سواء من الغرب أو من الشرق أو من الجنوب أو من الشمال وهو زي القلعة الضخمة الكبيرة الموجودة ربما لا نتخيل أن تكون هذه المدينة بدون ذلك المبنى فهو يعني يمثل روحها الحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر